أحمد، كيف كانت الأجواء المصاحبة لمغادرة نتنياهو إسرائيل؟ هل المعارضة الإسرائيلية كان لها رأي أثناء مغادرته؟ كيف تبدو الأجواء؟ وصلت الطائرة قبل قليل إلى واشنكتن وذلك محملة بالوفد الإسرائيلي الذي شمل بطبيعة الحال بين يمين نتنياهو، زوجة صارى وبنيه ولكن لم يكن على هذه الطائرة على سبيل المثال وزير الخارجية الإسرائيلي لم يكن على الطائرة وزير الجيش الإسرائيلي بنيغانس شريك بن يمين نتنياهو في الحكومة الإسرائيلية وهذا طبعا يشكل حالة من الامتعاض الكبير هناك أعضاء في الكنيسة الإسرائيلية يقولون وتحديدا من حزب شاس على سبيل المثال مشيء أربيل الذي قال ما هي هذه الاتفاقية؟ لم يتم عرض هذه الاتفاقية على الكنيسة؟ لم يتم المصادقة عليها؟ لنحن لا نعرف التفاصيل هل هناك بنود سرية؟ هل تم الموافقة على أن لا يكون هناك الاستمرار بالاستيطان في مناطق الضفة الغربية؟ هل سوف يكون هناك إيقاف لعملية الضم بشكل كامل؟ كل هذه الأسئلة لم يقم بن يمين نتنياهو بالإجابة عليها خاصة وأنه ذهب إلى الويهات المتحدة وإسرائيل تستعد للإغلاق الأكبر بسبب جائحة كورونا خلال وصول بن يمين نتنياهو إلى المطار تم عرقلة الموكب الخاص به من قبل النشطاء الإسرائيليين الذين طالبوا نتنياهو بالعدول أصلا عن هذه الرحلة والالتزام بحل المشاكل الاقتصادية الخاصة والداخلية التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي سواء على مستوى بطالة سواء على مستوى المشاكل الداخلية اليوم رعنا ننشكيد هناك نقطة مهمة أيضا لابد من ذكرها مشاريع الضم للضفة الغربية توقفت وبالتالي هذا كان أساس الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هل توقفت هذه المشاريع تماما وما هو دور الليبرمان في هذا التوقيت إفكتور الليبرمان قال بن يمين نتنياهو تحايل على الناخبين الذين انتخبوه قبل عام وعد هكذا يقول الليبرمان قبل عام وعد نتنياهو بأنه سوف يكون نالك عملية ضم وعملية كبيرة تخدم الأمن الإسرائيلي تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية ولكن نتنياهو كالعادة يكذب على المجتمع الإسرائيلي هذا ما قاله لبرمان في اليمين الإسرائيلي وتحديدا في أقصى اليمين الإسرائيلي في قادة الاستيطان الذين يرون بأن كل ما يجري فيه الاتفاق بين الإسرائيل الإمارات والبحرين هو لا داعي له هناك أولوية كبيرة هناك أهمية استراتيجية تكمن في ضم تلك المناطق وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية العمل على توسيع الاستيطاني في مستوطنة معلي أدوميم أرييل جوش عتسون وغيرها من المشاريع التي يجب التركيز عليها والآن بن يمين التنياه يذهب قم يقولون إلى الولايات المتحدة يوقع اتفاق مع دولة بعيدة جدا وهي البحرين والإمارات ولكن على الأرض ونحن على بضعة كيلومترات لا نستطيع السيطرة على أرض الآباء والأجداد كما يقولون في اليمين الإسرائيلي هذا يوضح حالة من عدم الرضا حول عملية التسارع في عملية أن يكون هناك اتفاقيات سياسية ولكن دون أيضا أجوبة حول طائرات الـ F-35 التي تشكل بالنسبة لكبار الخبراء العسكري الإسرائيليين سقطة كبيرة لبن يمين نتنياه وكيف يمكن له أن يقبل حتى بتجاوز أن تحصل دولة عربية أخرى وليس نتحدث عن دولة في الشرق الأوسط ولكن دولة عربية كما قالوا على طائرات هي الأخطر والتي عمليا إسرائيل تكبدت أموالا طائلة لكي تحصل على هذا التقدم العسكري وفي نهاية المطاف لم يتم تبرير من قبل الإدارة الأمريكية إذا ما كانت سوف تنضي قدما بتوقيع اتفاق لبايع طائرات F-35 أو أنه لن يكون هناك صفقة وبالتالي مجرد عدم معرفة ما يجري في واشنكتون هو مقلق أحمد الهديري مراسل الغد بالقدسي المحتلة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر